مع الاسف هذا القانون اخذ بعد اكبر من حجمه هذا القانون هو ابتزاز سياسي ابتزاز؟ سياسي من من؟ من اطراف هي مستفادة بالموضوع المحتقلين الموجودين في السجون موضوع الاطعام موضوع المبالغ تسرب بشكل يومي واكو اطراف اخرى مع الاسف تجعل من هذا القانون كجعجع اعلامية حتى تقنع انه احنا قدرنا نسوي شيء الموجودين اليوم بالسجون الاغلبية ابرياء الاغلبية ابرياء اجي انا كنت مسؤول وعضو برلمان وكنت ازور السجون واعرف ما موجود داخل السجون واصبحت سجين داخل السجن وشفت حجم الظلم الكبير موجود بالسجون وبالتالي نحتاج جرأة ونحتاج شجاعة قانون العفو ممكن يصدر لبعض الجرائم بعض الجرائم اللي ممكن يصير تخفيل بيها تنازل عن الحق العام والبرياء ما يحتاج عفو لكن ما محتاجين احنا بهذه الطريقة لكن انت تريد تصدر لقانون عفو للأبرياء هو برياء هو برياء طيب انتم ممكن تتحدثون ان السعودية خمسة الاف انتحاري جابتننا وذبحة ولدنا بالامس القريب مو صحيح ليش الصالحة ويا السعودية ليش الصالحة ويا السعودية وسلمتهم جزء من المحتقلين لعدكم الى السعودية تم تسليم جزء من المحتقل طبعا طيب اذا انت تصالح ويا السعودية وعندك مصالح عندك استثمارات وهاي انا اشوفها بادرة ايجابية اللي يشفى تصالح ويا شعبك وتخلي شعبك اليوم يعيش ونطوي صفحة